موسيقى عزيزي المشاهد عزيزة المشاهدة مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة دروس الرياديات لمستوى الثانية باكالوريا وهذا الدرس يهم تلاميذ مستوى الباكالوريا علوم جريبية وعلوم التكنولوجيات وعلوم اقتصادية والتدبير سنتناول وإياكم خلال هذه الحصة درس اتصال دالة عددية ونتابع ما درسناه في الحصة السابقة فيما يخص الاتصال وسنتناول على الخصوص إحدى تطبيقات هذا الدرس من القدولات المستهدفة من هذا الدرس نجد على سبيل المثال استعمال طريقة تفرع ثنائي في تحديد قيم مقربة لحلول معادلة من نوع FLX يساوي لوندا تطبيق مبرهنة الدول العكسية ومبرهنة دالة تقابلية في حالة دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال ومن أجل تمكن من هذه القدولات سنحاول دراسة مثال يتعلق بطريقة التفرع الثنائي أو بالفرنسية الديكوتومي وهي كما تعلمون طريقة جيدة لتأطير أعداد حقيقية التي يصعب إيجاد قيمة صحيحة لهذه الأعداد وعلى العموب تكون هذه الأعداد حلولا لمعادلات يصعب إيجادها بصورة صحيحة لهذا الغراض سنحاول حل مسألة تتعلق بحل معادلة من نوع GLX يساوي لوندا ولحل هذه المعادلة اخترنا دل عددية F معرفة على المجال 1 إلى 1 إثنان كالتالي F ل X يساوي X أربعة ناقص أربعة على X السؤال الأول بين أن المعادلة F ل X يساوي X تقبل حلا على الأقل في المجال 1 إثنان والسؤال الثاني يتعلق بتأطير مناسب لهذا الحل إذن لحل هذه المسألة يتطلب منا إنجاز مهمتين المهمة الأولى تتعلق بإيجاد الحل أولا أو البرهنة على أن هناك حل موجود على الأقل في المجال 1 إثنان والمهمة الثانية تتعلق بإيجاد تأطير مناسب ودقيق لهذا الحل وهو الذي يؤدي بنا إلى استعمال هذه الطريقة الجديدة وهي طريقة التفرع الثنائي إذن إذا أخذنا المعادلة F ل X يساوي X يمكن أن ندخل بعض التعديلات على هذه المعادلة لتصبح على شكل أو معادلة من نوع J ل X يساوي لوند ولهذا الغرار نعلم أن F ل X يساوي X يكافي F ل X ناقص X يساوي 0 وهذا يعطينا الحق لوضع دلة جديدة J ل X يساوي F ل X ناقص X إذن انطلاقا من هذا التعريف للدلة J تصبح لنا المعادلة F ل X تساوي X تكافي J ل X يساوي 0 وبالتالي لحل المسألة يكفي أن نتعامل مع المعادلة الجديدة التي هي J ل X يساوي X إذن لنحل هذه المعادلة على المجال 1-2 لدينا إذن J ل X يساوي 0 يكافي X أس 4 ناقص 4 على X وهي صيغة F ل X ناقص X يساوي 0 لدينا أيضا إذن مهما يكون X ينتمي إلى المجال 1-2 لدينا التكافؤ التالي صحيح بالنسبة لكل أعداد أو لكل عناصر المجال 1-2 إذن X أس 4 ناقص 4 على X ناقص X يساوي 0 يكافي إذا تلاحظون إذا في الصيغة الأولى إذا ضربنا في X نحصل على المعادلة الثانية التي هي X أس 5 ناقص X موربع ناقص 4 يساوي 0 إذن المعادلة J ل X يساوي 0 تصبح تكافي معادلة منه X أس 5 ناقص X موربع ناقص 4 يساوي 0 وهي معادلة من الدرجة الخامسة هل بإمكاننا حل معادلة باستعمال الطريقة الجبرية في هذه المستوى؟ بطبيعة الحال سيكون من الصعوبة بمكان أن نستعمل الطريقة الجبرية لحل هذه المعادلة ولهذا يأتي هذا الدرس أو الدرس المتعلق بمفهوم الاتصال ليساعدنا على باستعمال مفاهيمه ليساعدنا على حل هذا النوع من المعادلات بصورة أكثر سهولة من طريقة الجبرية كيف ذلك؟ سنوظف مجموعة من المبرهنات والخاصيات التي رأيناها في درس التصال إذن نعرف على أن لكل إكس من المجال واحد إثنان الجيل إكس يساوي إكس أس أربعة ناقص أربعة على إكس ناقص إكس وتقول لنا إحدى المبرهنات التي رأيتموها خلال هذا الدرس أو درس التصال على أن بإمكاننا أن نحسب صور أطراف القطعة أي لدينا قطعة واحد إثنان إذن يمكن أن نبدأ بحساب صور واحد بالدلة جي وصورة إثنان بالدلة جي نحصل في هذا المجال على جيلي واحد يساوي ناقص أربعة كذلك جيلي إثنان يساوي إثنى عشر نراحض هنا على أن صورة واحد هو عدد سالب وناقص أربعة صورة إثنان هو عدد موجب أي إثنى عشر وبالتالي الجذاء جيلي واحد في جي إثنان هو أصغر من الصفر هذا المعطى يؤدي بنا إلى تذكور مبرهنة القيم الوسطية إذن لدينا جيلي واحد عدد سالب جيلي إثنان عدد موجب ولدينا أيضا جي دالة متصلة على المجال واحد إثنان لأنها مجموع دالتين متصلتين على نفس المجال الجي هي مجموع دالة أف ناقص أكس أي جيلي إكس يساوي أف لأكس ناقص أكس وهذا المجموع هو مجموع لدالتين متصلتين مع أن أف هي دالة مجموع دالتين دالة حدودية ودالة جذرية والجي هي مجموع دالتين متصلتين إذن الجي دالة متصلة على المجال واحد إثنان ولدينا جيلي واحد في جيلي إثنان هو عدد سالب بالتالي تقول مبرهنة القيم الوسيطية على أنه إذا كانت أف دالة متصلة على مجال أبي على قطعة أبي فإنه لكل عدد حقيقي لوندا محصور ما بين أف لأ وجه أف لأبي أي صور أطراف القطعة يوجد على الأقل عدد حقيقي السي من المجال أبي أي بين أ وبي بحيث صورة هذا العدد السي تساوي لوندا هذه مبرهنة القيم الوسيطية بالتالي إذا طبقنا هذه المبرهنة على الدالة جي والمجال واحد إثنان نجد إذن يوجد على الأقل عدد السي من واحد إثنان بحيث جيلي السي يساوي سف إذن لدينا جيلي واحد في جيلي إثنان هو عدد سالب وبالتالي بما أنه عدد سالب إذن يوجد السي بين واحد وإثنان بحيث G لسي يساوي 0 حسب مبرهنة القيام الوسيطية بتعبير آخر يوجد عدد سي داخل المجال 1-2 بحيث G لسي يساوي 0 بتعبير آخر أيضا إذن يوجد سي بحيث F لسي يساوي سي إذن تلاحظون على أن المعادلة F لسي تساوي سي تقبل حلا على الأقل داخل المجال 1-2 المعادلة F لسي يساوي X تقبل حلا في المجال 1-2 على الأقل يمكن أن تكون هناك أكثر من حل هل توجد حلول أخرى للمعادلة في المجال 1-2 إذن هذه أيضا من المهام المطروحة عادة في مثل هذه المسائل وهي إذا كانت معادلة معينة تقبل حلولا معينة فهل هذه الحلول هي توجد بصفة وحيدة أو هناك عدة حلول للمعادلة هي من المسائل التي تدرس عادة بالنسبة لحلول المعادلة نعلم أن طلق من المبرهنة الثانية داخل درس الاتصال على أنه إذا كانت F للمتصلة ورطيبة قطعا على مجال A-B مغلوق يعني قطعة فإن المعادلة F لإكس يساوي لوندا تقبل حلا وحيدا في هذا المجال A-B إذن إذا طبقنا هذا المبرهنة على المعادلة G لإكس يساوي سافر أو المعادلة F لإكس يساوي إكس نجد على أن هناك لتثبت على أن الحل هو حل وحيد علينا أن ننظر في رتابة الدلة G إذن لندرس تغييرات الدلة G على المجال 1-2 لكي نتأكد من أن هذا الحل هو حل وحيد أم لا نحسب إذن معدل تغييرات الدلة G على المجال 1-2 ولهذا الغرض إذن نأخذ إكس وإكلاق عن صورين مختلفين من المجال 1-2 ونحسب معدل تغييرات معدل تغييرات هذا للدلة G هو جلي إكس ناقص جلي إكلاق على إكس ناقص إكلاق نعويض جلي إكس نوعويض جلي إكلاق ونقسم على إكس ناقص إكلاق نحصل على هذه الصيغة جلي X ناقص جلي Y على X ناقص Y تساوي X و S4 ناقص 4 على X ناقص X ناقص Y و S4 ناقص 4 على Y ناقص Y والكل نقسم الكل على X ناقص Y لدينا الحق للقسمة على X ناقص Y لأن X و Y عنصرين مختلفين هذه الصيغة تساوي أيضاً X نجمع X4 و Y4 إذن نحصل على X و S4 ناقص Y و S4 ثم ناقص 4 على X ناقص 4 على Y ناقص الفرق X ناقص Y والكل على X ناقص Y دائماً نفس الصيغة إذن جلي X ناقص جلي Y تساوي هذا العدد لدينا X و S4 ناقص Y و S4 هي على شكل من نوع متطابقات هامة X و S1 ناقص Y و S1 وبحساب بسيط نجد على أن X و S4 ناقص Y و S4 يساوي X ناقص Y X مكحب زائد X مربع Y زائد X إربع زائد Y مكحب و إذن يمكن أن نعمل في الصيغة X و S4 ناقص Y و S4 ب X ناقص Y و كذلك إذا أخذنا الصيغة 4 على X ناقص 4 على Y نحصل على ناقص 4 نعمل بناء 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 gx جلي x' y على x' y تساوي x' y على x' y في x مكعب زائد x مربع y زائد x' مربع زائد y مكعب زائد 4 على x'y' ناقص 1 طبيعة الحال x تخالف y لأننا أخذنا منذ البداية عنصرين مختلفين من المجال 1-2 وبالتالي بإمكاننا الاختزال بx ناقص y والصيغة تصبح على هذا الشكل دون x ناقص y على x ناقص y أيضا نعلم أن x و y تنتميان إلى المجال الواحد اثنان إذن x و y هما عددين موجبين قطعا وبالتالي المجموع x مكعب زايد x مربع y زايد x y مربع زايد y مكعب يصبح عدد حقيقي أكبر من العدد 4 إذا أضفنا إليه 4 على x y الذي هي أيضا صيغة موجبة و ناقصنا ناقص واحد تصبح هذا المجموع هو مجموع موجب وبالتالي الدلج لها معدل تغييرات موجب قطعا إذن الدلج تزايدية قطعا على المجال واحد اثنان وبالتالي انطلاقا أيضا باستعمالنا لبرنامج نحصل على تمثيل مبياني للدلج من هذا النوع يخبرنا هذا تمثيل مبياني على أن الدلج تزايدية قطعا على المجال واحد اثنان والمعادلة جلي اكس يساوي سفر تقبل حل واحدا انطلاقا بين واحد واثنان انطلاقا من هذا تمثيل المبياني خلاصات انطلاقا من هذه الدراسة التي أجرناها لحد الآن خلاصة الأولى لأن الجلي دل متصل على المجال واحد اثنان وتزايدية قطعا على المجال واحد اثنان وبالتالي فالمعادلة جلي اكس يساوي سفر تقبل حلا وحيدا في هذا المجال المعادلة FLX يساوي X تقبل حلاً واحداً في المجال 1-2 بما أن المعادلة FLX يساوي 0 تقبل حلاً واحداً وهي تكافئ المعادلة FLX يساوي X فإذاً في المعادلة الأخيرة تقبل حلاً واحداً داخل المجال 1-2 حسب التمثيل المبياني هذا الحل محصور ما بين 1 و 1.5 ونطلقاً من التمثيل المبياني لا يمكن علينا أن نبرهنا على ذلك بصورة أو بطريقة جبرية أو بطريقة التي سنستعملها وهي طريقة التفرع الثنائي تقطير العدد C وهي المهمة الثانية لحل المسألة لدينا كما تعلمون C ينتمي إلى المجال 1-2 وبالتالي C محصور ما بين 1 و 2 لدينا أيضاً G لواحد يساوي ناقص 4 إذن لنحسب حالياً G لواحد زايد 2 على 2 لماذا 1 زايد 2 على 2؟ 1 و 2 هما طرفي المجال 1-2 إذن G لواحد زايد 2 على 2 يساوي G لواحد فاصلة 5 وبستعمال محسابة أو حاسوب نحصل على قيم صورة العدد 1.5 بالدلج هو هذا العدد الذي أمامكم 0.8-9-5-8-3-3-3 إلى آخره إذن C تلاحظون هنا ينتمي المجال 1-1.5 لماذا؟ لأن جل واحد هو عدد سالب والجل واحد فاصلة 5 هو عدد موجب والدلج بما أنها متصلة وتزايدية قطعاً على المجال 1-1-2 فإنها أيضاً متصلة وتزايدية قطعاً على المجال 1-1.5 إذن C بما أنه حل واحد إذن ينتمي المجال 1-1.5 لأن جداء جل واحد في جل واحد فاصلة 5 هو عدد أصغر من الصف عدد سالب بمعنى نطبق نفس الحالة كما طبقناها على المجال 1-2 إذن C هو عدد محصور بين 1 و 1.5 وهذا يعطينا تأثيراً معيناً للعدد C الذي هو حل للمعادلة Fx-x أو المعادلة Gx-0 إذن لدينا حالياً C ينتمي المجال 1.5 نحن قلصنا المجال في المرحلة الأولى هذه لنحسب حالياً لدينا المجال 1-1.5 لدينا G دلة متصلة على هذا المجال وتزايدية قطعاً نأخذ حالياً منتصف 1-1.5 على 2 هو منتصف القطعة 1-1.5 إذا حسبنا صورة هذا العدد نجد باستعمال محسابة أو حاسوب 1 زايد 1.5 على 2 هو 1.25 وإذا حسبنا صورة 1.25 بالدلج نجد ناقص 2.00859 إلى آخر إذن نلاحظ هنا على أن صورة 1.25 هو عدد سالي وصورة 1.5 هو عدد موجب إذن نحصل علينا لدينا G لـ 1.5 هو عدد موجب G لـ 1.25 هو عدد سالي إذن الجداء هو عدد سالي وبالتالي لدينا G حالياً دل متصلة وراتبة قطعاً على المجال 1.25 و 1.5 إذن تقبل معادلة G لـ X-U-S-A-W-S-A تقبل حلاً وحيداً على هذا المجال وبالتالي نحصل على C الذي هو حل المعادلة G لـ X-U-S-A-W-S-A وحصور بين 1.25 و 1.50 إذن C حالياً ينتمي إلى هذا المجال صغرناه حالياً في مرحلة ثانية قمنا بتصغير هذا المجال إذن يصبح تطير أكثر ودقة وبالتالي C أيضاً نكرر العملية للمرة الثالثة أي نأخذ المجال بطرفه 1.25 و 1.5 نطبق نفس الحالة على نحسب صور 1.50 و 1.25 و 1.5 نجد على أن جداء G لـ 1.5 في G لي منتصف 1.25 و 1.5 وعدد ثالي وبالتالي العدد C يصبح مؤطر بالعددين 1.375 و 1.50 وهكذا نحصل على تقطير أكثر دقة من تقطير الأول والتقطير الثاني ويمكن المجال تابعة باستعمال الحاسوب إلى دقة متناهية أو إلى تقطير متناهي في الدقة وهكذا قمنا باستعمال هذه الطريقة التفرع الثنائي لتقطير حلول معادلة من نوع FLX يساوي لوندا وهذا من تطبيقات التي هي تطبيقات مهمة لدرس الاتصال وإلى هنا نشكركم على حسن الانتباه وإلى اللقاء في حصة قادمة ترجمة نانسي قنقر